مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار أهلا بك بداية المفوضية حسمت ملحق الطعون بالنسبة لبغداد بجانبها الكرخ والرصافة حدثني عن ملحق الطعون المقدم هل كان كبيرا؟ هل هو بحجم الطعون الأولية؟ في الحقيقة الطعون المقدمة هي من 11 محافظة فقط وهناك 7 محافظات لم تقدم ملاحق الطعون اليوم أمس أنهينا ملاحق الطعون لديالا والنجف وأيضا كانت كربلاء وبابل اليوم انتهت الطعون البغداد بجانبها الكرخ والرصافة بقي عندنا إن شاء الله يوم غد راح يكون صلاح الدين وأيضا كركوك ونينوة والبصرة هكذا راح نعدوا نفرز محطات قد عددها 44 محطة للنازحين اللي هم سكنت النينوة وبذلك احنا راح نعد يوم غد أكثر من 700 محطة ولربما أن يكون بعد غد أيضا لتصفية هذه المحطات وبذلك ننهي عملية الطعون وعد وفرز هذه المحطات وما يتبقى فقط ما يعاد من الهيئة القضاء رأيك في الملاحق التي قدمت إلى المفوضية باعتبار أن الطعون تقوم على أساس أدلة من قبل الكتل المعترضة والمرشحين المعترضين كيف وجدتم ملاحق الطعون المقدمة؟ الملاحق في الحقيقة أعدادها مساوية للطعون المقدمة لأن صارت عندهم فكرة قانونية عن الطعن بالمحطات والمعرفة في آلية الطعن فقبلت المفوضية لأن هذه الملاحق تنسجم على القانون المادة 38 فقرأ أولا وشخص بها مراكز الانتخابية والمحطات المطعون منها فلذلك المفوضية نفذت القانون ونفذت ما جاءت بهذا الطعون طيب يعني ليس هناك نية لإعادة فتح الباب أمام الطعون أو التشكيك بها مجددا نحن في الحقيقة غدا أو بعد غد ستنتهى عمليات العدو الفرز وترفع آخر التحقيقات بضل ملاحق الطعون إلى الهيئة القضائية الهيئة القضائية بعد ذلك تبحث بجميع الطعون المقدمة لها والبالغة 1436 ولربما أنها تعيد بعض الطعون للمفوضية للنظر بها أو هناك إعادة العدو الفرز وهذا القرار عائد الهيئة القضائية وملزم من قبل المفوضية ومقدمة الطعون طيب يعني بالنسبة للمصادقة على الانتخابات هل أنتم أمام مدة محددة لإعلان المصادقة على الانتخابات أم أن ذلك مرهون بالإجراءات لهذا الموضوع في المفوضية لا إحنا مرهون بالإجراءات سابقين قلنا أن المفوضية سبعة أيام والهيئة القضائية عشرة أيام من وصول آخر طعن لها اليوم إحنا عدنا ملاحق طعون وطعون والتحقيق بهذه المحطات والفترة إنجازها الآن عند وصول آخر طعن للهيئة القضائية بعدها بعشر تيام تنتهي كل العملية لكن إحنا الآن بالتدريج نرسل هذه الطعون لهيئة القضائية وتنظر بها باستمرار وبذلك الإنجاز مستمر من الجهتين المفوضية والهيئة القضائية وممكن أنه بعد يومين ثلاثة ستتم عملية التحقيق بالطعون بعدها الهيئة القضائية بسبوع أو كذا أن تنهي عملية أو البت بآخر طعام ثم تعلن المفوضية الأسماء النهائية للفائزين بمقاعد القضائية دكتور في كل عملية إعادة عدوى فرز يدوي تكون النتيجة مطابقة بين الإلكتروني والعد اليدوي يعني ما الحاجة لإطالة المدة أكثر يعني العملية السياسية كلها متوقفة على المصادقة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لأن بعض الأخوة قدموا طعونهم يتوقعون أن هناك أصوات قد غيبت أو أن الفرز الإلكتروني ما أنصفهم فلذلك الفرز اليدوي كان دليل لمراقبيهم وكذا هم الموجودين ويتابعون عملية العد الفرز فوصلت إلى قناعة أن هذه الأصوات مطابقة بالنسبة للعد الفرز يدوي الإلكتروني هناك محطات قليلة مثلا ثلاثة في نينوة وثلاثة عندنا في بابل وبغداد وكاركوك فيها اختلاف بنسب الأصوات وهناك محطة كان الجهاز أشهر عليها باطل هذه المحطة بكامل تم إعادتها وفرزها بقرار من مجلس المفوضين توزيع أصواته فملاحظات كانت كلش بسيطة بالنسبة للعد والفرز الإلكتروني أما الباقي فكان مطابقة بيدوي والنقاط التي تم الاعتراض عليها وضحتها المفوضية بشكل مفصل للكتل المعترضة بجوانبها الفنية بمسألة تأخر الأجهزة تأخر شرائط القوائم إلى الوكلاء المرشحين والمراقبين المحلين والدولين هذا شيء فهمته الكتل السياسي ربما اليوم الحديث عن الأوراق الساقطة التي لم تحتسب أيضا لأمور فنية هل ما زالت عقبة؟ هل ما زالت الكتل السياسية يعني لم تقف مع المفوضية على نقطة التوافق فيما يتعلق بالأوراق التي تم إسقاطها؟ هذا الموضوع انطيناء أهمية خاصة الفرق الفنية الموجودة في العد والفرز عندما تفرز المحطة تولي موضوع البطاقات الباطلة أهمية خاصة وبذلك تتوقف عده وين ترفحها إلى اللجنة المختصة لشكلها مجلس فوضيين من السادة مدراء العامين لتحسم هذا الموضوع وفعلا بعض الأصوات حسبتها صحيحة لمرشحين وتوزعت على مرشحين وبعد ذلك اتخذنا قرار بهذه الأصوات لكن نسبة الأصوات الباطلة هي من إرادة الناخبين وليس من إرادة الأجهزة لكن الأخوة لم يقتنعين بهذا الأمر إلا أن أعدنا عملية العد والفرز وكان هناك ملاحظة بالمراقبين نأدد إلى اقتناع أنه فعلا هذا الباطل هي من قبل الناخب الذي هو بطل وليس للجهاز دور في ذلك نعم الدكتور عماد جميل عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك